أطلق وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة دكتور محمد الخليل مشروع الحقيبة المدرسية ومستلزماتها من القرطاصية حقيبة الذي ينفذه الصندوق ويستفيد منه نحو 20 ألف طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة وقال الخليل خلال الحافل إن المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في التخفيف عن المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتزامنا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وأضفنا المشروع يعد من المشاريع الموسمية المهمة للصندوق وأضمن سلسلة من النشاطات والبرامج الخيرية المستمرة التي تستهدف الأيتام والأسر الفقيرة والمحتاجة والعائلة المستفيدة من الصندوق وفي نهاية الحفل وزع الخليل الحقائب على عدد من الطلب المستحقين فيما تسلم مديرون مدريات الأوقاف الحقائب المخصصة لكل مديرية لإيصالها لمستحقيها تم اليوم إطلاق مشروع الحقيبة المدرسية من قبل صندوق الزكاة حيث تم إعداد 20 ألف حقيبة مدرسية بكلفة لتصل 250 ألف دينار مع مستلزمات هذه الحقائب هناك في كل حقيبة قرطاسية ستوزع بإذن الله عز وجل على الفقراء والمساكين والمستفيدين من صندوق الزكاة وسيشمل التوزيع كل مناطق المملكة من الشمال إلى الجنوب صندوق الزكاة عنده مبادرات كثيرة منها الغاربين وترميم البيوت وتشغيل الأسر ودعم الأسر الفقيرة والأيتام وكذلك يعني الصندوق بأمل من أخواننا التجار وأصحاب الأياد البيضاء دعم الصندوق حتى يستمر يخدم أكبر عدد ممكن من المحتاجين في هذا البلد ترجمة نانسي قنقر